وطالبات الصف الثاني الصناعي شعبة الالكترونيات اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الاتصالات ان شاء الله النهاردة هناخد الجزء المتبقي من الباب الاول الاتصالات نظم الاتصالات السلكية عندنا قلنا في الحلقات السابقة قلنا طرق التعديل وقلنا ان احنا عندنا في طرق التعديل تلت طرق هما اللي موجودين عندك السنة دي في مجموعة من الطرق التانية بس انت مش هتدرسها في السنة دي ان شاء الله التلت طرق دول اللي هما التعديل الترددي والتعديل الاتصالي وتعديل زاوية الوجه يبقى لما يجي سؤال يقولي اذكري انواع طرق التعديل يبقى طرق التعديل تلت طرق تعديل ترددي تعديل اتصالي تعديل في زاوية الوجه وخدنا المرة اللي فاتت يعني ايه تعديل اتساعي نيجي النهاردة نشوف التعديل الترددي هو ايه احنا قلنا ان انا علشان اعمل تعديل ترددي يبقى انا عندي اتفقنا ان في موجة حاملة عالية التردد وموجة محمولة زاتة تردد منخفض وعشان كده انا بعمل عمليات التعديل ده الغرض الاساسي من التعديل ان انا عندي ليه هعدل علشان انا مستوى الاشارة السمعية او الصوت عندي الصوت منخفض التردد فما بقدرش انقله لاماكن بعيدة فعلشان كده انا بعمل التعديل سواء بقى اعمل تعديل ترددي او تعديل اتساعي او تعديل في زاوية الوجه تمام كل تعديل بيكون ليه خصائص مميزة عن التعديل الاخر وانا بستخدم التعديل المناسب ليه في حالة عمليات الايه الارسال فبنقول يعني ايه تعديل تردد انا هغير تردد الموجة الحاملة الموجة اللي هي الكبيرة انا واخداها علشان هي هتقوم بعملية هغير فيها الايه مش هو تعديل ترددي يبقى هغير في تردد الموجة الحاملة هغيره على حسب ايه على حسب اتساع الموجة المنقفضة التردد اللي هي الموجة المحمولة لما يجي يقول لي عرف التعديل الترددي التعديل الترددي هو ايه اولاد هو تغيير ها تغيير تردد الموجة الحاملة عالية التردد تبعا لاتساع الموجة الايه الموجة المحمولة المنقفضة التردد عندي هنا هو بتقوم معدلات التردد دي بتتحكم في تردد الموجة الحاملة بحيث انه يتناسب مع جهد الاشارة السمعية بصوا هنا في الرسمة هنا دا كده الاشارة السمعية ذات التردد المنخفض بقى دي اشارة الصوت مثلا طيب واللي تحتيها دي دي الاشارة اللي احنا هنجيبها عن طريق مثلا مزبزب يبقى دي الموجة عالية التردد المفروض ان الموجة دي تنقل الموجة السمعية دي طيب وعلشان تنقلها هتعمل ايه هتغير في التردد بتاعها شايفين عملية التردد اللي هي دي هنا هو ده النص الموجة النص الموجة ده ابتدى لما حصل ان حصل هنا هو التحميل ما بين الاتنين هنلاقي ان التردد ده اتغير عشان كده بقول تعديل تردد اتغير بناءا على ايه بناءا على اتساع الموجة السمعية ده كده النص الموجة ده النص الايه الموجة من الاشارة شايفين في النص الموجة عندي هنا هو التردد زاد نيجي بقى على النص السالب شايفين النص السالب التردد ده قل اهو لو لو بصنا كده هنلاقي ده تردد كتير بنما الجزئية دي ترددها ايه ترددها قلية هنا هو نيجي نفس الكلام ده النص الموجة التردد ابتدى يزيد في النص السالب التردد هنا ابتدى ايه يقل يبقى بيحصل اختلاف او تعديل في التردد انا كده بحقق تعديل ايه تردد دي طيب عندي بنقول ان الاميجا سي لو تردد الموجة الحملة بيساوي تردد عندي بيساوي ايه اولاد بيساوي اتنين باي اف سي يبقى تردد الموجة الحملة اوميجا سي بيساوي اتنين باي اف سي يبقى احنا هنا عرفنا ازاي بيحصل تعديل في التردد معادلة الموجة المعدلة تردديا علشان علشان يا ولاد اعمل عملية التعديل ده بيتم عملية ضرب لقيمة الموجة الحاملة مع الموجة المحمولة فبتكون معادلة الموجة المعدلة E F M F M لان هي معدلة تعديل تردد بالنسبة للزمن هتساوي ال A C كوزين أوميجا C T زائد K F M بالنسبة للتكامل T D T اللي هو بالنسبة للزمن احنا هنا هو عندي اقول انا بشوق الكوزين دي ليه علشان احنا ده تعديل تردد علشان ده تعديل ال A تردد احنا كنا في الاتساع كنا قيمتها كانت بالصين قيمتها كانت بالA بالصين علشان نحسب بقى القيمة اللحظية القيمة اللحظية لتردد الموجة الحاملة لها أوميجا T D C باي D T خلاص زي ما بنقول بنفاضل بالنسبة للزمن طيب اوميجا اي تي اوميجا اي تي هتساوي دي باي دي تي A C كوزين اوميجا سي تي زائد K F M تكامل كامل T D T الكده اللي هو ثابت التناسب اللي هو ثابت الايه التناسب وعندي هنا هو ال A C اللي هو تردد الموجة المنخفضة والكوزين اللي هو الجزء ده الخاص بالكوزين اللي هو تردد الموجة عالية الايه قيمة الموجة عالية التردد طيب بنقول اوميجا سي زائد K F M في T اللي هو احنا اتفقنا ان الكده ثابت التناسب ثابت الايه التناسب للتعديل التردد سابت التناسب التعديل ايه اولاد التعديل التردد طيب انا لو عايزة احسب القيمة اللحظية لتردد الموجة الحملة القيمة اللحظية لتردد الموجة الحملة بنرمز لها B F I هتساوي ال F C K F M على 2 باي بالنسبة لT طيب انا عندي K F M على 2 باي هي يعني ايه يعني دلتا F دي قيمة دلتا F يعني ايه دلتا F يعني انحراف تردد الموجة الحملة انا عندي الموجة الحملة اللحصل لها حصل لها تعديل التعديل او الانحراف دوت هو اللي هو K F M على 2 باي يبدأ انحراف تردد الموجة الحملة نتيجة التعديل لما نيجي نقول الاف و ايه هتساوي هتساوي F C زائد دلتا F طب ايه هي الدلتا F اللي هي K F M على 2 باي 2 باي ده اللي هي قيمة باي احنا عارفينها وثابتة الـ K F M وجود في اشارة تردد ناتج التعديل الشكل الموجي سابت في الساعة سابت في الساعة هما الـ L تغير ولكن التغيير في فين في التردد قيمة التردد هنلاقي ان انا عندي التردد اللي هو اتساء فرد الاشارة فرد الايه الاشارة غير الاتساء الاتساء اللي هو من فوق من فوق لتحت ده بنسميه اتساء انما التردد التردد اللي هو الجزء ده تمام طيب تاني حاجة كمية انحراف الموجة الحملة بيتناسب مع سعة الاشارة المراد تعديلها يعني ايه انحراف الموجة الحملة بيتناسب مع سعة الاشارة شايفين هنا الاشارة اللي انا عايز اعدلها مش دي المطلوب ان انا عدلها اصلا دي الاشارة السامعية هي المشكلة فيها ترددها منخافض عشان كده انا عايزا انقلها فما ينفعش انقلها عشان كده هعدلها يبقى نتيجة ان هي منخافضة التردد انا عايزة انقلها فتحمل لها تعديل دي الإشارة المرتعة دي لها كمية الانحراف عندي هنا هو بتتنسب مع الساعة بتاعتها يعني هنا المفروض ده موجب تردد عندي زيادة هنا سالي تردد نقس موجب التردد زياد دي كمية الانحراف وبيكون عندي في مثلا الإرسال التلفزيوني بتكون القيمة بتاعته بتكون 50 كيلو هرتز والإرسال الإزاعي قيمة الإرسال عندي بتكون 75 كيلو هرتز تمام يقاس معدل معامل التعديل التردد معامل التعديل من 0 الواحد قيمته بتتراوع معامل التعديل من 0 الى 1 يبقى أنا تاني لما جا أقولك أذكري خصائص التعديل التردد خصائص التعديل التردد عندي أن الإشارة هنا هو المعدلة ثابتة الاتساع خلاص من اللي تغير التردد تمام التردد تغير بناءً على إيه تغير بناءً على قيمة اتساع الموجة الموجة المحمولة منخفضة التردد بناءً على اتساع الموجة المحمولة المنخفضة التردد بنقول إن في الحياة العملية تعديل الاتساع والتعديل الترددي هما الأكثر شيوعا هما الأكثر انتشارا عن تعديل في زوية الوجه ليه؟ لأن تعديل في زوية الوجه مقارب جدا للتعديل الترددي لما نجي ناخده هنلاقي أن تعديل زوية الوجه مقارب للتعديل الترددي وبيكون فيه التغيير بيكون تغيير بسيط هنشوفها إزاي بنقول كمان من استخدام التعديل الترددي باستخدمه فين؟ التعديل الترددي بيكون لي استخدامات كتيرة باستخدمه في أجهزة الإرسال التلفزيوني وباستخدمه في أجهزة الإرسال الإزاعي وفي أجهزة اتصالات الشرطة يبقى ده استخدامات التعديل الترددي علشان نبقى عارفينها لازم يا أولاد نفهم التعديل كويس سواء ترددي أو اتساعي أو زوية وجه لأن انت عندك التعديل هتدرسيه في سنة ثالثة هتدرسيه بالتفصيل كمان أكتر فانت لازم تبقى فاهمة وعارفة كويس علشان لما يتيجي في سنة ثالثة ان شاء الله يكون بالنسبة لك سهل لأنه هيبقى فيه توسع شوية عن كده يبقى ايه هو استخدام التعديل الترددي يستخدم فيه الإرسال التلفزيوني والإرسال الإزاعي وفيه أجهزة اتصالات الشرطة وفيه إرسال للإشارات متناهية الصغر برضو بيستخدم التعديل الترددي في الإرسال للإشارة أو الموجات متناهية الصغر الصغيرة جدا أنا بحتاج أن أنا أستخدم فيها التعديل الترددي مميزاته إيه هي؟ مميزات التعديل الترددي بنقول أن التعديل الترددي لا يتأثر بتشويه الجهد أثناء الإرسال أنا عندي بيتلاشى التشويه أو الشوشرة ليه؟ لأن أنا هنا هو التشويه أو الشوشرة بيكون موجود عندي فوق الموجة شايفين عندي هنا هو الاتساع بتاع الموجة المعدلة فالاتساع أنا هنا الموجة بتاعتي الاتساع من فوق لي تحت هنا الشوشرة بيكون من فوق وبيكون منين؟ بيكون من أسفل فأنا هستخدم المحدد هيجي يروح شايل هستخدم محدد المحدد هيشيل الشوشرة من هنا ومن هنا زي ما بيقولها كده من فوق ومن تحت فالإشارة مش هتحصل لها أي تأثير يبقى من مميزات التعديل الترددي لا يتأثر بتشويه الجهد أثناء الإرسال ليه؟ ما بيتأثر نتيجة لأن إحنا هنستخدم محدد المحدد هيزيل الشوشرة خلاص النتيجة من عمليات التداخل النتيجة من عمليات أولاد من عمليات التداخل طيب إيه هي بقى عيوب إحنا عرفنا مميزاته طيب إيه هي عيوبه؟ عيوب التعديل الترددي إن تصميم الدوائر بتاعته بيكون صعب شوية يبقى يصعب تصميم دوائر الإرسال والاستقبال المستخدمة للتعديل الترددي فعلشان في صعوبة فيها ده عيب إنها مميزاته كويسة أهم حاجة عندي برضو إن أنا ألغي الشوشرة علشان أقدر أستقبل إشارة الإشارة عندي لما أستقبلها تكون إشارة نقية خليها من الضوضاء الطيف الترددي للتشكيل الترددي نقول عندي نهوت ده الشكل بتاعي هنا الـ F-C هنا نطاق جانبي علوي وهنا النطاق الجانبي الصفلي بديه مجموعة النطاق الجانبي العلوي والنتاق الجانبي الصفلي العلوي بجمع الـ F-C زائد الدلتا F اللي هو التغير وهنا بطرح الـ F-C نواقص الدلتا F يبقى ده لو جي قالك ارسمي الطيف الترددي للتشكيل الترددي لو طلب رسمة الطيف الترددي أنا برسم الرسمة دي سهلا ما فيهاش إيه ما فيهاش أي صعوبة عرض نطاق الموجة المعدلة ترددية عرض النطاق اللي احنا بنقول عليه الباندويتس الباندويتس بيساوي إيه؟ بيساوي 2F في MF زائد واحد طيب أنا هحفظ عرض النطاق الموجة المعدلة ترددية اللي هو الباندويتس بيساوي 2F في MF زائد واحد MF زائد واحد اتفقنا وقلنا إن أنا عندي طالما فيه عملية تعديل يبقى فيه دايرة تقوم بالتعديل وكمان بعد عملية الإرسال لازم في الاستقبال لازم أكون كشفت الإشارة يعني فصلت ما بين الموجة الحملة والموجة المحمولة لإن إحنا قلنا إحنا هنسمع صوت أو هنشوف صورة أنا مش هشوف الإشارة الكهربائية اللي تم نقلها أنا بلغي دا كله خلاص وبقوم بعملية كشف طيب أنا لازم لدائرة تعديل ودائرة كشف أول دايرة عندي في التعديل الترددي دي إحدى الطرق لإن طبعا دواري التعديل كتير جدا فهنا هو للحصول على التعديل الترددي أنا هنا هستخدم دايرة الدايرة عبارة عن ترانزيستور ومحول وسناء الفاراكتور سناء الفاراكتور دا أولاد خطوف سنقولها اللي هو سناء الفاراكتور دا دا هو سناء الفاراكتور طيب إيه بقى سناء الفاراكتور أنا عندي هنا هو سناء الفاراكتور بتتغير السعة بتاعته بين أقطابه إنه هو زي ما بنقول المكسف خلاص مش إحنا كنا بنقول في المكسف إن السعة ما بين الأقطاب بتتغير أنا عندي برضو سناء الفاراكتور بتتغير السعة بين أقطابه إمتى هتتغير؟ بعد ما غيرت الجهد العكسي يبقى لما أثر عليها بجهد عكسي الجهد العكس هيعمل إيه؟ هيعمل لي تغير في السعة ما بين أقطاب الإيه؟ عنصر الفاراكتور يبقى الدايرة هستخدم فيها سناء الفاراكتور اللي هتتغير السعة بين أقطابه لازم أعرف الجزء ده هتتغير السعة بين أقطابه عند تغيير الجهد العكسي عند تغيير الجهد الإيه؟ العكسي على أطرافه طيب لما هيحصل كده إلا هيتم إيه بقى؟ هيقوم بتحويل كل تغيير في الاتساع بتاع إشارة المعلومات خلاص اللي هي إشارة الصوتية الاتساع بتاعها خلاص هيعمل له إيه؟ تغيير في الترد تمام؟ يبقى أنا كده هوصل إن أنا أقوم بعملية تعديل التردد وهو ده الهدف الأساسي من الديه إن أنا هحاول الاتساع بتاعي هغير الاتساع هخليه تغيير في الإيه؟ في التردد لازم يبقى فيه تناسب ما بين اتساع إشارة الصوت مع تعديل التردد بالنسبة للإيه؟ للإشارة المعدلة تردد المزابزب عندنا بنتدي من العلاقة F C تساوي واحد على F C اتنين باي جزر L C تمام؟ وعندي L C L C بتساوي إيه؟ L اللي هو الملف والC اللي هي الساعة عندي الساعة بتتغير من C لإن إحنا قلنا هيحصل تغير في الإيه؟ في الساعة C ودلتا C يبقى دلتا C مقدار تغير الساعة لكشف الموجات المعدلة بإحنا كده عملنا عملية التعديل والإشارة إيه؟ تم إرسالها وتعدلت تمام؟ علشان أنا أبدأ أسمع الحاجة اللي ما بعطيلي أو أشوف التلفزيون مثلا لازم يتم عملية إيه؟ الكشف الكشف ده لازم له دايرة الدايرة دي عبارة عن إيه؟ نهوة هنستخدم دايرة رانين توازي هنستخدم دايرة رانين إيه؟ توازي رانين التوازي هتحول تعديل التردد ده هتعمله تعديل ساعة بدايرة رانين التوازي هتحول تعديل التردد هتخله لي تعديل إيه؟ تعديل في الساعة تمام؟ وعندي هنا كاشف السعة الكاشف ده هيكون عبارة عن ايه موحد تمام طب وهستخدم في ايه انا عندي ينوت هستغل العلاقة الغير خطية او الشبه الخطية دي سوري العلاقة الشبه الخطية هي تكاد تكون خطية عشان كده بنقول عليها شبه خطية العلاقة دي ما بين مين ما بين التردد تمام وقيمة الجهد ما بين التردد وقيمة الايه الجهد شايفين هنا اهو انا موضحها لكم باللون الاسود ده ان هي اهي شبه خطية يبقى المنحنة عندي ده يكاد يكون خطي والانحناء بتاعه جي في الايه في النهاية فهستخدم العلاقة الخطية دي في منحنة الاستجابة علشان يعمل ايه بقى هيحول تغيرات التردد بتاعتي الى سعة مقابلة لها في الايه في السعة ده عندي هنا هو شكل الاشارة شايفين هنا اهو الجزء اهو التغيير اهو انه هو تغيير التردد بقى فيه عندي تغيير في الايه تحويل تغيير التردد ده الى تغيير في السعة اهي هنا هو تردد كبير اهو التردد هنا هو هنا هو السعة كبيرة تردد هنا قل فالسعة هنا انخفضت تمام ده بالنسبة لنا نظام التعديل الترددي يبقى احنا قلنا التعديل الترددي انا بعمل ايه بعمل تعديل في التردد نتيجة ان انا هشوف تغيير الاتساع بناء على اتساع الموجة السمعية تمام طيب تعديل زوية الوجه بنرمز لتعديل زوية الوجه بي ام اللي هي فاس مدوليشن اول كلمة فاس بي يبقى بي ام بيتم فيه ايه بقى مش هو تعديل زوية الوجه يبقى هيتم فيه تغيير او تعديل زوية ايه وجه انهي اشارة زوية وجه الاشارة الحاملة عالية التردد طيب انا هعدل زوية وجه الحاملة عالية التردد بناء على ايه هعدلها بناء على اتساع الاشارة المحمولة منخفضة التردد يبقى انا كده بعمل تعديل في زوية الوجه هعدل زوية الوجه بناء على اتساع الموجه الايه السامعية او موجه منخفضة التردد اه معدل زوية الوجه هستخدم عشان اعمل دائرة التعديل هستخدم طريقة ارمسترونج طريقة ارمي ايه ارمسترونج عندي هنا في هنا بلورة الكوارتز خلاص وعندي هنا هو هتدخل الاشارة علشان يتم فيها انه هو عملية الايه ابدأ اشوف الاشارة اللي هتدخل ويتم عشان اعدل فيها في المعدل ولازم يكون فيه عندي اختلاف في زوية الوجه او عمل ازاحة لزوية الايه عمل ازاحة لزوية الوجه مقدار الازاحة ده هيكون كام انا هعمل ازاحة مقدرها تسعين درجة عمل ازاحة مقدرها دي اولاد تسعين درجة وهضيف الازاحة دية للموجه عندي خلاص وهقوم بعملية التعديل عندي كمان قلنا مزفزب الكريستال ده اللي في اول الدائرة ده هيعمل ايه وانا عايزة اولد موجه علية التردد الموجه علية التردد دي انا هي دي اللي هيتم فيها عملية التعديل طب انا هجيبها منين هجيبها من مزفزب المزفزب الكويس اللي اقدر اخد منه الموجه دي هو مزفزب الايه اللورة الكريستال يبقى مزفزب الكريستال لتوليد الموجه الحاملة علية التردد علشان اضمن ثبات التردد انا عايزة التردد دلوقتي يكون ايه ثابت طب وعن طريق ايه بقى هنجيب عندي دايرة جامع ودايرة الجامع دي هضيف عليها خارج دايرة الازاحة مع خارج المعدل يبقى دايرة الجامع عندي هاخد لي خارج دايرة الازاحة مع دايرة الايه مع خارج المعدل ودي عندي هي الاشارة بتاعتي الاشارة النهائية للتعديل نجي بعد كده احنا كده قلنا التعديل التردد وقلنا كمان التعديل في زاوية الوجه في التعديل الاتساعي احنا شرحنا الحلقة اللي فاتت وهنشوف ازاي نقارن بين تعديل تردد وتعديل زاوية الوجه بص اولاد يجي سؤال يقول لي كارني بين التعديل التردد وتعديل زاوية الوجه في ايه في التعديل التردد مش احنا قلنا في التعديل التردد التردد هيتغير تمام يبقى هيتغير التردد كان بيزيد وي ايه ويقل بناء على ايه بناء على اتساع الاشارة السمعية او اشارة مخافضة تمام اللي هي ايه هي الاشارة السمعية ياميس او ايه هي القشرة المقافلة اللي هي الموجة المحمولة يبقى في التعديل التردد بيتغير تردد الموجة الحملة تابعا لاتساع الموجة الايه المحمولة بالنسبة بقى لزاوية الوجه مش هيتغير التردد هتتغير زاوية الوجه هتتغير زاوية الايه الوجه برضو تابعا لاتساع الموجة المحمولة طيب عندي ايه كمان بينتج عندي في التعديل التردد دي تغيرات كبيرة يعني ايه تغيرات كبيرة انا عندي في الموجة المسموعة او مخفضة التردد بتكون جزء موجب وجزء سالب جزء موجب وجزء ايه سالب النص الموجب هلاقي التردد يزيد في النص السالب التردد يقل وهكذا في الموجة بيزيد وفي الايه وفي السالب بيقل عشان كده بنقول ان التغيرات عندي في التردد بتبقى كبيرة التغيرات بتكون ايه كبيرة زيادة ونقصار أما في تعديل زاوية الوجه أنا عندي مش هتزيد غير لما يحصل انحراف أو زيادة عندي في الإشارة المسموعة فعشان كده بنقول إن التعديل عندي بيكون إيه صغير ممكن يكون الزيادة فترة طويلة والنقصان فترة إيه صغيرة يبقى التغيير عندي إنه هو التغييرات إيه تغييرات صغيرة يبقى بيانتج عنه تغييرات إيه صغيرة يبقى السؤال يجي إزاي؟ يجي يقول لي كارني بين التعديل الترددي وتعديل زاوية الوجه إحنا خلاص المفروض نكون حفزنا شكل الإشارة المعدلة ترددية والإشارة المعدلة في زاوية الوجه وكمان المعدلة التساعية وقدرنا نفهم إزاي بيتم عملية التعديل عشان كده لما هكارن هكارن ما بين التردد هنا وهن وهكارن ما بين الاتساع وهكارن ما بين زاوية الوجه يبقى التعديل التردد من اسمه انا بعدل في التردد يبقى يتغير تردد الموجة الحاملة يتغير تردد الموجة الايه الحاملة اقعوا حد يا ولاد يكتب المحمولة المحمولة دي انا هاخدها هتيجي زي ما هي دي اشارة الصوت بتاعي ولازم توصل زي ما هي تمام يبقى يتغير تردد الموجة الايه الحاملة طبعا لاتساع المحمولة اما في زاوية الوجه فبتتغير عندي زاوية الوجه عندي في التعديل التردد بينتج تغيرات كبيرة اما في تعديل زاوية الوجه بيكون التغيرات تغيرات بسيطة او صغيرة السؤال التاني كارني بين اشارة التعديل الترددي وتعديل الاتساعي دي اشارة التعديل الترددي اهي وده التعديل الاتساعي شايفين يا ولاد هنا السعة بتاعتي من فوق الساعة اللي هي من فوق ليه تحت دي كده في التعديل الترددي الساعة دي ما تغيرتش الساعة سابتة يبقى الساعة الموجه الحاملة سابتة لا تتغير بالتعديل اللي هي المسافة من فوق ليه تحت دي هي الساعة بتاعتنا سابتة ما تغيرتش في التعديل الترددي طيب وعندي في الاتساعي شايفين الجزء ده ده هنا اتغير زاد ورجع نقص وهيرجع يزيد تاني وهكذا يبقى في التعديل الاتساعي إيه اللي حصل الساعة عندي ساعة الموجة الحملة تغيرت ما بقتش كده دي رجعت زادت ونقص تمام يبقى الساعة في التعديل الاتساعي تتغير طيب نيجي هنا هو بالنسبة للتعديل التردد التردد بقى طبعا التردد هنا هو بيختلف هنا التردد زاد هنا التردد ال رجع زادت تاني وهكذا يبقى تردد الموجة الحملة في التعديل التردد التردد بيتغير طب هنا التردد لا التردد واحدة هو سابت يبقى تردد الموجة الحملة سابت لا يتغير تمام كده فاهمين الجزئية دي طيب جهد التغيير في الموجة المحمولة الجهد بتاعها الجهد اللي هو ده كده اللي هو بيبقى من فوق اللي هو ده مثلا ده كده اسم الجهد بس ايه في الموجة المحمولة جهد التعديل في الموجة المحمولة ماله تحدد تردد بتحدد بناء عليه تردد الموجة الحامل ان التردد ده مش جاي هباء لا ده جاي بناء على ايه بناء على الجهد بتاع الموجة المحمولة زادت قلت وهكذا الجهد عندي جهد التعديل بتحدد بناء على ايه تردد الموجة الحاملة هنا جهد التعديل الموجة المحمولة سوري جهد التعديل او الموجة المحمولة بتحدد بايه سعة الحاملة تحدد عن طريق السعة بتاعة الايه الحاملة ده كده اولاد نهاية الباب الاولاني اللي احنا اخدنا فيه الجزء الخاص بالاتصالات والتعديل واخدنا فيه كمان المرشحات والمسويات وعرفنا المرشحات الفعالة وغير الفعالة هنبتدي نحل تمارين الكتاب الخاصة بالباب الاول علشان كده الباب الاول نبقى خلصناه وان شاء الله لو انت عندك مثلا امتحان شهر او اي حاجة او انت عايز تذكر مذاكرة كويسة ابدأ حل التمرينات حل الاسئلة اللي ورا الباب عندك اي سؤال انت هتقف فيه ان شاء الله احنا معاكو وما فيش اي حاجة هتقف معاكو نبتدي بالسؤال الاول اول حاجة بنقول عرفي الاتصال انا كده هراجع الباب من اول كلمة عرفي الاتصال الاتصال وانا مش لما بجأ مثلا الاتصال ده التلفزيون ده اتصال التليفون اتصال يبقى الاتصال ده ايه هو اتصال بين طرفين لازم يكون فيه واحد بيبعت واحد بيستقل يبقى الاتصال هو ايه اتصال طرفين معا احدهما مرسل والاخر مستقبل طب وما بين المرسل والمستقبل ما بين المرسل والمستقبل الوسط النقل السؤال يجي يقول لي عرف الاتصال تمام هقول له اتصال طرفين معا أحدهما مرسل والآخر مستقبل بينهما الوسط النقل ينفع يجي السؤال بترقية تاني ايوة انت عندك ممكن يجي لك سؤال اكمل يقول لي الاتصال هو اتصال طرفين خلاص معا أحدهما نقاط مرسل والآخر نقاط والآخر مستقبل لازم فيه إرسال وفيه استقبال وما بينهم الوساط النقر نقول هنا اشرحي مع الرسم مخطط عام لنظام الاتصالات الهدف يا أولاد من جزء ده أعرف نظام الأسئلة هيجيلي إزاي تمام وأي سؤال أنت حاسس أن السؤال ده أنت مش عارف تجاوبه أنت هتلاقي الإجابة بسيطة طالما أنت ذكرت الباب ما تقلقش من أي حاجة الاتصالات مادة سهلة وبسيطة فبنقول اشرحي مع الرسم مخطط عام لنظام الاتصالات قلنا قبل كده أن أنا عندي نظام الاتصالات أنا برسم له مخطط المخطط ده لو أنتوا فاكرين كان بادئ بإيه؟ بادئ بإيه؟ المعلومات وعندي بعد المعلومات بقى الإرسال والدوضاء والكلام ده كله لغاية موصل للاستقبال أنا عندي المخطط عبارة عن مصدر المعلومات المرسل القناة المستقبل المعلومات والتعديل وفاك الشفرة والدوضاء وفاك الشفرة أنا عندي التعديل ووضع الشفرة وهنا أبدأ أفك الشفرة إيه هو مصدر المعلومات؟ المعلومات هي عبارة عن إيه؟ المعلومات المعلومات ممكن تكون إما صوت أو صورة يبقى المعلومات يا صوت يا إيه يا صورة تمام؟ أو بيانات بتتحول المعلومات ديت إلى تغيرات أو إشارة كهربية لازم صوتي يتحول علشان يوصل للشخص الآخر اللي أنا بكلمه لازم يتحول إلى موجات كهربية يتحول عن طريق إيه؟ عن طريق أنا لما بكلم في التليفون صوتي بيدخل على المايك المايك هيحول الصوت إلى إشارة كهربية علشان كده هو بيقدر يسمعني في مكان بعيد جدا مثلا في بلد تانية أو في منطقة تانية لأن صوتك مخفض مش هيوصل إلا إذا تحول لإشارة كهربية لأول تمام؟ بعد كده المرسل في المرسل بيتم إيه؟ في المرسل يتم إرسال المعلومات هو المرسل بعتها بعد ما تحولت ويبقى الإرسال لشرط إنه تم تحويل إيه؟ الإشارة الصوتية إلى إشارة كهربية يبقى المرسل حولها بعد كده عندنا ضوضاء قناة الإرسال واتفقنا وقلنا إن أنا عندي الضوضاء دي الضوضاء دي ممكن تدعي في الإشارة وتخليني ما أقدرش أستقبلها فالضوضاء هي إيه أصلا؟ الضوضاء دي ممكن تنتج من تكون ضوضاء داخلية أو خارجية نتيجة الكابلات، نتيجة العناصر، نتيجة الدوضاء الخارجية المحيطة مثلا بينا، الأشعة الشمسية والكلام ده كله ده بيعمل لدوضاء ومشاكل فيه عمليات الإرسال فلو جينا نعرف الدوضاء هي إيه الدوضاء؟ هي طاقة غير مرغوب فيها يبقى الدوضاء هي طاقة غير مرغوب فيها بتصاحب خطوط الإرسال طاقة غير مرغوب فيها ما لها؟ تصاحب خطوط الإرسال تمام؟ طبعا الدوضاء دي بتكون عشوائية وغير متنبأ بها إحنا ما بنعرفهاش بعد كده المستقبل المستقبل بيتم كشف الإشارة الإشارة الكهربية اللي جات بيتم عملية الفصل في الإشارة اللي هي الصوت عندي يوصلني بقى ورمي الإشارة اللي هي جالي من عمليات التعديل اللي إحنا قلناها اللي يفك شفرة المعلومات بعد كده السؤال اللي بعد كده إذكري أنواع نظم الاتصالات إيه هي نظم الاتصالات؟ عندنا في نظم الاتصالات الاتصال التليفوني أول نظام عندنا كان الاتصالات التليفونية تمام؟ تاني حاجة اتصالات التليغراف اتصالات نقل السور بالتليغراف اتصالات الحاسبات اتصالات الأقمار الصناعية لما يجي يقول لي إذكري أنواع نظم الاتصالات أنا بذكر الأنواع بتاعتهم اللي هي اتصال تليفوني اتصال تليغراف اتصال السور بالتليغراف أو نقل السور بالتليغراف اتصالات الحاسبات واتصالات الأقمار الصناعية لما بيجي أذكر أنا بكتبهم هما لما يجي أذكري مع الشرح ببدأ أشرح كل جزء فلو حد نقدر نفكر بعضي أولاد بنظم الاتصالات كان أول حاجة عندنا لما قلنا فيه اتصالات التليفونية اللي هي نقل الإشارة بتاعت التليفون وعندنا كان بيحصل ده كان في البداية بعد كده التليغراف كان قبل التليفون طبعا تمام التليغراف ده نظام قديم وكان بيحول عندي البيانات اللي أنا ببعثها بيحولها إلى شفرة اللي هي احنا قلنا سميناها شفرة موريس وبيتم في عملية الاستقبال بياخد الشفرات دي ويرجعها إلى رموزها الأصلية تاني بقى كل حرف كان لي لي شفرة معينة وخبطات معينة ده بالنسبة للتصالات التليغراف البيانات دهما علشان أن نقل صورة كانت الصورة بتتنقل بالتليغراف عن طريق عملية إيه عن طريق عملية مسح للصورة عن طريق الضوء وفيه ضوء كان بيسقط على الصورة دية الدوء ده بياخد تفاصيل الصورة وكانت عبارة عن نقاط متجورة بجوار بعضها فبتم عملية المسح اللي هو التقاط للصورة والشعاع اللي التقط الصورة ده بيتم تجميعه عن طريق العدسات الخاصة وبيتم بعد كده في الاستقبال بيتم إسقاطه على ورق الورق ده من نوع خاص أول ما بيتم إسقاطه على الورق تمام هتبدأ تظهر للصورة اللي تم إرسالها بعد كده اتصالات الحاسبات والمعلومات كان نظام اتصالات الحاسبات والمعلومات ده طفرة كبيرة جدا طبعا كانت الأمار الصناعية قبلها بعد كده الحاسبات والمعلومات عندنا كانت ده أدى إلى تراكم المعلومات والحاسبات وده خلانا نعمل عمليات تبادل في البيانات والمعلومات كبيرة جدا زي ما احنا قلنا أقدر أعرف أي معلومة في وقتها أقدر أشوف أي كتاب أقراء على النت ده بالنسبة لاتصالات الحاسبات والمعلومات بعد كده اتصالات الأقمار الصناعية اللي هي بتنقل المحطات والقنوات زي ما انتم بتشوفوا زي اقمار المارسات والكلام ده كله كلكم عارفين الكلام ده وقلناه في الحلقات السابقة بعد كده السؤال اللي ورانا بنقول عرف المرشح ثم اذكري تصنفها المرشحات هي ايه بس السؤال ده كذا جزئية عرف المرشح ثم اذكري تصنفها تابعا للحيز الذي يسمح بمروره ثم مرسمة منحنة لكل نوع يوضح مناطق القطع والتوصيل النموذجية بس اولاد ياريت في الاسئلة اللي بتكون السؤال مركب نخلي بالنا علشان ما يكونش انا بحل انا عارفة كل الاجابة وانسى جزئية في السؤال يعني السؤال ده مركب هو مش سؤال واحد يعتبر ثلاث اسئلة اول حاجة بيقول عرفي المرشح يبقى انا اخد جزء جزء في السؤال الاول عرف المرشح خلاص المرشحات هي ايه المرشحات هي الوحدات الاساسية في نظم التراصل مش المرشح ده وحدة اساسية في التراصل تمام بيعمله بينطقي حيز ترددي معين خلاص ويمنع منطقة معينة من المرور يبقى انا عندي المرشح هو من الوحدات الاساسية في نظم التراصل وتستخدم لانتقاء حيز ترددي مرغوب فيه علشان ده اللي انا عايزة ابعته او اتخلص من الترددات الاخرى الغير مرغوب فيها يبقى انا كده خدت اول جزء في السؤال اللي هو عرفي المرشح بعد كده ثم سكولي تصنفها تابعا للحيز اللي هيسمح بمرور تصنيف المرشحات تابعا للحيز احنا قلناهم قبل كده عندي المرشحات مرشحات مرور ترددات منخفضة مرشحات للتمرر ترددات عالية مرشحات لمدى تردد معين ومرشحات لمنع مدى تردد معين يبقى مرشح هيمرر تردد منخفض بس يبقى انا عندي المرشح ده هيبدأ يمرر التردد المنخفض اللي بيبقى في البداية تمام طب والعالي مش هيمرره ليه ما هو مرشح بيمرر تردد منخفض يبقى يمرر المنخفض بس طبعا بيعتمد على نوعه الانواع اللي هي متكون منها المرشح سواء بقى عندي مكاسفات ومقاومات وهكذا وهنشوف تركيب المرشحات مرشحات تردد عالي يبقى التردد المنخفض اللي في البداية هي مش هتمرره هتمرر العالي بس ده اسم مرشح تردد عالي مرشحات امرار مدى تردد معين هتمرر مثلا من 100 الـ 200 اللي قبلها مش هتمرره واللي بعدها مش هتمرره يبقى هتمرر من 100 الـ 200 بس النطاب ده قبل المية لأ وبعد الميتين لأ طيب مرشحات منع مرور نطاق تردد معين لو انا قلت المرشح هيمنع من 200 لـ 300 من 200 لـ 300 هيمنعهم يبقى يمرر اللي قبله يمينه ايه وبعده تمام ده تصنيف المرشحات تابعا للحيز طبعا فيه تصنيف تاني بس هو سؤال طالب تابعا للحيز بعد كده عندنا مناطق عايز منحنا القطع والتوصيل منحنات القطع والتوصيل انا عندي اهو شايفين كده اولاد ده منطقة منع ده التردد المنخافض وده منطقة مرور يبقى ده اسمه ايه مرشح تردد عالي مرر التردد العالي تمام طيب هنا ده التردد المنخافض اللي في البداية وده العالي هو مرر هنا يبقى ده اسمه مرشح مرور التردد العالي ولازم ابقى عارفة انه لما ارسم المنحنة هيكون ما بين الكسب والتردد الكسب اللي هو التكبير والايه والتردد بعد كده عندنا هنا ده امرار وده امرار وده منع يبقى هنا منطقة منع يبقى مرشح منع نطاق تردد معاين هو يمنع النطاق ده وهيمرر اللي قبله ويمرر اللي بعده مرشحات امرار مدى تردد معاين هيمرر المدى ده هيمرر ده يبقى هيمنع اللي قبله ويمنع اللي بعده وما ننساش لما ارسم منحنة اكتب ما بين ايه وايه ما بين الكسب وما بين التردد كده سؤال التلات أجزاء اللي كان مطلوبين في السؤال كده خلصوا السؤال اللي بعد كده قارن بين المرشح الفعال والمرشحات الغير فعالة عايزني أقارن يا أولاد ما بيه المرشحات الفعالة والمرشحات الغير فعالة إن إحنا خدنا الفعالة وغير فعالة بصوا هنا المقارنة هتكون بين إيه أول حاجة المرشحات الفعالة كانت بتتكون من إيه وعندي المرشحات الغير فعالة أنا هوت إحنا قلنا إن أنا عندي المرشحات بتتكون من إيه بتتكون من مقاومة ومكسف وملف كان فيها مشكلة إيه هي إن الملفات عندي مالها الملفات كان حجمها كبير تمام وبتعمل لي فجر يبقى أنا المرشحات دي بالنسبة لي فيها مشكلة لإن هي بتعمل فقد طب فعالجها بإيه إن أنا هخلي المرشح عندي هحط له IC أو ترانزيستور طب ما لهم الإي سي والترانزيستور الإي سي والترانزيستور بيعملوا بيعوضوا الفقد لإن الإي سي والترانزيستور أصلا وظفتهم تكبير وظفتهم الإيه التكبير يبقى هيعوض الفقد بس كان في مشكلة إن أنا الإي سي والترانزيستور لازموا مصدر إيه مصدر تغذية غير المقاومة والمكسف والملف طب هو أنا ينفع مع المشكلة اللي ظهرت لي في الملف طب أخذ المكسف والمقاومة أحطهم مع الترانزيستور والإي سي آه ينفع بس مش هناخد الملف ليه لإن الملف كان هو اللي عمل مشكلة وكان حجمه كبير كان بالنسبة لنا حجمه إيه أولاد كان حجمه كبير السؤال اللي بعد كده بنقول عرفي المسوي وفيما يستخدم مع رسم منحنة الاستجابة الترددية المسوي هو إيه أولاد أنا عندي يقول عرف المسوي وهقول استخدامه وارسم المنحنة وقلنا تاني هنعيد تاني اقرأ السؤال أكتر من مرة علشان السؤال ده مش سؤال واحد بيبقى أكتر من سؤال في بعضه علشان ما تضعش منك أي درجة وتكون انت عارف الايه الإجابة تمام أولا المسويات هي ايه المسويات هي دائرة إلكترونية المسوي ده عبارة عن دائرة إلكترونية بتحمل الدائرة دي بتولد اختلاف معاكس لقيمة التشوي عندي التشويه بتشوف قيمته قدي ايه مثلا بالموجب وقيمته كذا هتولد هي زيه بالظبط بس في الاتجاه المعاكس اللي هو في الايه بالسالب يبقى أنا عندي المسوي هو دائرة إلكترونية تقوم بتوليد اختلاف معاكس لقيمة التشويه الحادث بالخط خلاص يبقى بتعمل ايه بتعادل الخطأ بتعادل الخطأ طيب ايه هو استخدام المسويات ليه باستخدمها يا ولاد باستخدمها علشان اتغلب على التشويه ما احنا قلنا هي بتشوف التشويه قدي ايه وتولد زيه معايدل في القيمة فبيتحزف يبقى وظيفة او استخدام المسويات للتغلب على التشويه الناتج عن عدم جودة خطوط التراصل لان جودة خطوط التراصل بتكون غير جيدة وبتكون برضو نتيجة الاستخدام الكتير لها او الفترات الزمنية بتأثر عليها فممكن تعمل لي ايه تشويه في خطوط التراصل طلب كمان منحنى الاستجابة التردودي لخط التراصل دي الشكل بتاعنا شكل منحنى الاستجابة وهنا اهو هنا اهو يا ولاد لو انا عندي التشويه بالشكل ده هتولد زيه بس في الاتجاه المعاكس هتلاشى التشويه ده مع ده وتبقى الاشارة ايه اشارة غير مشوهة اشارة نقية اه وده الغرض الاساسي من اه الاشارة اللي انا عايزة استقبلها انا لازم استقبل اشارة نقية ما ببقاش عايزة اشوف مثلا اه حاجة على التلفزيون ولاقي فيه شوشرة وكلام ده كله لا انا عايزة الحاجة تكون مزبط اه بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول ارسمي مع الشرح دائرة مرشح اه المرشح البلوري اه المرشح البلوري ده شكل اه دائرة المرشح ونركز وقال دائرة المرشح البلوري ما قالش رسمة باللورة الكوارتز لوحدها لان باللورة الكوارتز لها رسمة لوحدها اللي هي الملف والمقاومة والمكسف تمام ولها كمان رمزها يبقى انا اشوفها وقال دائرة يبقى دي دائرة اللي فيها فيها عناصر العناصر بتاعتها اللي هي دي كده باللورة الكوارتز تمام وقال دائرة عندي تمام تمام فبنقول ايه هي اشرحي معا ارسمي مع الشرح دائرة مرشح البلورة بنقول المرشحات البلورية عندي بيتم توصيل المكسف سي اتنين المكسف سي اتنين ده مكسف متغير يعني قمته بتزيد وبتقل طيب انا عندي لما المكسف ده قمته هتزيد احنا قلنا في الاول اول ما قمته هتزيد ايه اللي هيحصل خلاص المكسف ده لو قمته زادت يبقى دا مرشح المرشح ده هيعمل ايه هيمرر ترددات عالي طيب ولو قمته قلت لو هو قمت المكسف سي اتنين قليلة يبقى دا مرشح امرار تردد منخفض المرشح ده فيه باللورة الكوارتز حتى دي فاكر باللورة الكوارتز قلنا شرحناها في ايه قلنا فيها ايه باللورة الكوارتز دي اللي هي عبارة عن باللورة الكوارتز هي عبارة عن خامة طبيعية مستخرجة من الطبيعة حجر الكوارتز الخامة دي مالها اذا انا اصرت على باللورة القوارتز دي لو انا اصرت عليها بجهد هتولد اهتزاز ميكانيكي وكمان العكس لو انا اصرت عليها بضغط او جهد هتعمل ايه هتبدأ تعمل لي حركة طيب انا عندي دي بالنسبة لبلورة الايه القوارتز ده رمز البلورة وهنا ده المكونات الداخلية للايه لبلورة القوارتز المسويات بس اخر سؤال انواع المسويات قلنا مسويات ثابتة الاعداد كلامها ثابتة ومسويات متكيفة بتتغير قيمتها تبعا للحاجة اليها وكده نكون خدنا الباب الاول شرحناه كامل ورجعنا عليه قبل كده وكده حلنا عليه اسئلة وقلنا كل حاجة تخص الباب الاول في الاتصالات ان شاء الله الحلقة الجاية هنشرح الباب التاني وهناخد الانواع العدد التليفونية والمايك والسماعة وبكده تكون انتهت حلقتنا معاكم النهاردة بشكركم وبنتظركم الحلقة الجاية ان شاء الله شكرا لكم والى اللقاء في حلقات اخرى قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته